بسم الله الرحمن الرحيم ما يجري هذه الأيام في البحرين إنما هو بسبب التمهيد لهذا السباق الدموي الذي أصبح إعداده يتطلب قمع أهل البحرين ومنعهم من التظاهر والاحتجاج ووقف ثواتهم المهم أن الإخوة جاءوا للتعبير عن موقفهم الرافض للسباق بدماء أهل البحرين وأيضا إظهار الحقائق أمام العالم بأن هذه الشركات تبحث عن مصالحها ولو كان ذلك على حساب الأرواح والحقوق المشروعة وكان هناك رغبة من العديد من النشطاء وكذلك من السياسيين ومن أعضاء البرلمان لوقف هذا السباق ووقعوا عريضة كبيرة في البرلمان البريطاني لوقف هذا السباق والإخوة هنا جاءوا أيضا للمشاركة في المطالبة بوقف هذا السباق الذي أصبح وبالا على أهل البحرين وإحدى وسائل التضليل التي يستقيمها الخليفيون لتلميع صورتهم أمام العالم نطالب نحن هنا بوقف هذا السباق ووقف التلاعب بدماء أهل البحرين ترجمة نانسي قنقر